موسيقى في ظل العالم المفتوح الآن وفي ظل عبادات يجب أن تكون جماعية علنية مثل الصلاة والحج وإلا غيرها من العبادة للتعرفة كيف للإنسان أن تكون له سريرة يحاول لا يكون شيء يصنعه في الملأ إلا ويكون له نظير في الخلق كل شيء يصنعه الإنسان في جلوته يحرص لأن يكون له نظير في خلوته الله يقول إن الله يأمر للعدل والإحسان فسر العدل لاستواء السريرة والعلانية والإحسان تكون سريرته فضل من علانية هذه السريرة أبنية على الصدق مع الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله يا أيها الذين أعملوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ينفر المؤمن من الغل على إخوانه والحق على المؤسلمين والمؤمنين الحب والحسن يؤمر بالحب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ليس من المحقول أن نرى فضل الله على أحد فنحسده كأننا نقول بلسان الحال أن فلانا غير أهل لرحمة الله الله الذي رحمه أعلم أين يضع رحمة الله الذي أعطاه ابتلاه فلا يدخل العبد ما بين الرب وبين عباده لكن يسأل الله جل وعلا من فضله الغبطة ويعدم تمني زوال ذلك مع حرص العبد على أن الإنسان يسعى في الخيرات وينافس هذا أمر مشروع قال موسى أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخل من أمته نعم لكن أن يكون في الإنسان في قلبه غل وحسد بأن هذا يدفع إلى الشروع إلى الآثام كما وقع عن قتل أحد ابني آد أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى